نتوجه لسيد ماك شرقاوي فيما يتعلق بأغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي مجموعة منهم قدمت مشروع قرار يدعم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الدولتين كيف تقرأ هذا الإجراء وإلى أي مدى يمكن أن يضغط على إدارة بايدن كي تضغط بدورها على الحكومة الإسرائيلية وعلى إسرائيل أهلا بك أميمة وأهلا بضيفك الكرام وجمهورك الكريم أنا أعتقد أن دواعي الصناعي القرار في الوطن المتحدة الأمريكية ومنها البيت الأبيض ورئيس بايدن بتدعم إسرائيل بالتأكيد إسرائيل ليست خيار استراتيجي وحليف وشريك لا إسرائيل أنا أطلقت تتصريح وقلت أنها الولايات 51 فهي يعني وفقا لتصريحات الكثير من الساسة الأمريكان أن إسرائيل لو لا إسرائيل لكنا تكبدنا عشرات التريليونات من الدولارات وعشرات الألاف من أرواح الجنود الأمريكان في الشرق الأوسط فإسرائيل بتحارب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والأمنية الأمريكية الإسرائيلية علاقات معقدة جدا يعني أقولك الـ NSA وهي وكالة من الوكالات المهمة الاستخباراتية الأمريكية وتقوم بتسجيل وقتها وتنصت على كافة الاتصالات الإلكترونية تليفونات وإيميلات وكل ما تتخيالي في العالم الديجيتل بتعطي إسرائيل نسخة غير منقاحة من هذه الاتصالات يعني بولك بتدهلها معلومات كاملة للمخابرات الإسرائيلية دي علاقات الأمنية يعني كبيرة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل والعكس غير صحيح يعني إسرائيل بتعمل عمليات من غير ما تطلع عليها الولايات المتحدة الأمريكية بل وصل الأمر لإسرائيل أنها تضرب السفينة الليبرتي 1967 وتقتل 67 أمريكي على السفينة الليبرتي وكانت السفينة التجسس بتتجسس على إسرائيل وعلى مصر في هذا الوقت يعني من الحرب اللي قامت بين إسرائيل وبين مصر وكانت مدعاء أن إسرائيل تدعي أن مصر هي اللي عملت الكلام ده وكانت أن تكون ضربة عسكرية نووية لمصر بسبب هذا الموضوع فإسرائيل يعني متجزرة تماما لكن ما ذأتي به الإدارات الأمريكية ما بين ديمقراطين وجمهوريين دايما بيبقى فيه نوع من يعني الصبغة الديمقراطية للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية اللي بنلاقي كمان يعني في عهد أوباما كانت العلاقات فاترة جدا لدرجة أن يعني بني مينتنيها وصل إلى أمريكا وألقى خطاب فيه الكونجرس الأمريكي من عقد بغرفته ولم يقابل الرئيس أوباما وده بالتأكيد دبلوماسيا يعني كنوع إهانة لرئيس أمريكا في هذا الوقت العلاقات لم تكن جيدة أبدا ولكن مع هذا عندما خرج أوباما من إدارته في 2016 وقع اتفاق مالي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية معونة بمقدار يعني 38 مليار دولار على عشر سنوات 83 مليار دولار تغيير المعونة 2.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات تنتهي عشرين ستة وعشرين هذه علاقات متجزرة بين أمريكا وبين إسرائيل ولكن ما يسعى بايدن إليه هو يسعى ود اليهود والليوبي الصهيوني داخل أمريكا وهو الإيباك هذه الجامعية التي تسيطر على الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات فهو يخطب ودها بالتأكيد لأنه يعرف جيدا أن ما لا يحج إلى الإيباك في عام الانتخابات يعني فرص فوزه في الانتخابات تبقى أقل من المرشح التاني وأيضا زي ما قال لضفك الكريم أن العلاقات ما بين ترامب وما بين بين مينة نياهو على الأخص هي علاقات جيدة جدا ويمكن يكونوا ينتظروا الانتخابات القادمة تأتي بترامب فيأتي بما يريده الإسرائيليين من مشروعهم السياسي ومشروعهم التوسعي ويعني ما يفعلوه في المنطقة فأنا أعتقد أن العلاقات متجزرة ولكن هناك يعني ضغوط ضغوط ما أصدقيني يعني أولك الديمقراطيين النهاردة اللي هم حزب الرئيس هم اللي بيقدموا المشروعات هم اللي أقدموا المشروع اللي هو لماذا لا توضع فيه الاتفاقات المعونة واتفاقات بيع السلاح لإسرائيل الشروط التي توجد لباقي الدول قالتها تستخدم الأسلاح الأمريكية في غير القانون الدولي وقالتها تتوافق مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنسان فهذه الشروط مش موجودة في الاتفاقات الإسرائيلية كمان المعونة اللي الناس كتير مستغربة جدا حتى أمريكان كتير بيستغربوا أن النهاردة أربع شهور النهاردة الحرب والمعونة لم تصل إلى إسرائيل 14 مليار و 2 من 10 لأن رفض الكونغرس مناقشة مشروع القانون يعني ما قدوش حتى يوصلوا 60 صوت في مجلس الشيوف الأمريكي يعني تريد أن تدلل سيد ماك على أن العلاقة متجذرة وعميقة ولكنها قد تتعرض لمنح تصعدي أو منخفض يعني بعض الأوقات يشبه التوتر ولكنها في حقيقة الأمر علاقة صلبة